سلام عليكم اي رأيكم في مجة رمضان الجديد بتاعي يارب يكون اعجبكم شايفين شكله حلو ازاي وكمان كله بهجة وكمان شايفين العينين اللي بتتحرك دي لو عجبكم عزين تعرفوا التفاصيل التسويب تاعشين العينين وزاي عملت الفوانيس كل حاجة هتلقواها في الفيديو ده معاكم تسبيح ويلا بينا نبدأ هنحتاج ايه معانا واول حاجة طبعا واهم حاجة المج وانا اخترته كده قلت ان ممكن بفيه خشيف ممكن بفيه حاجة طبع حاجات رمضان ويبه جميل قوي ومناسب واللون الاصفر دوت زي لون المج انا عدت زبطته طبعا من السلسال عشان اطلع بالدرجة دي بصوا انا اجيب معاكم هنا كل التفاصيل ومراحل التفكير بتاعتي انا كنت طبع مجموعة فوانيس وحاجات واشكال زي منتو شايفينها دي طباعة ليزر على ورق عادي على اساس لو عاوز اعمل ترانسفير اعمل حاجة كل الافكار بقى هتيجي واحنا مماشيين مع بعض فانا معايا ورق عليه ليزر وورق كمان ستيكر ودي الاطعات الليها ناوية اشتغل بيها وكنت جيبها مخصوص لرمضان حاسيت ان الديزاين بتاعها لايق قوي مع رمضان شايفين انا كنت قطع الهلال دوت من الورق الليزر وكانت لو انا هستخدم الشكل دوت يبانا كنت هعمله الترانسفير ولو انتو هتعمله الترانسفير يبال لازم تطبعه بالعكس ولو انتو اطلق بط ومش فاهمين طيب طريقة الترانسفير هزهر لكم فيديو على الجنب واللينك بتاعه من فوق على تفاصيل الترانسفير بالزبط على السلصال ازايش انتو اقدروا تعرفوه اول فكرة جات لي ان انا اعمل الشكل دوت وعمل الهلال واخد الديزاين ده واعمله احطه على سلصال ابيض بشكل الهلال وده اللي انا هورهو لكم انا ينبصوا انا كممكن اشيل كزقية دي من الفيديو بس قلت مش مشكلة يمكن حد يستفيد منها ويعمل منها فكرة معينة بس انا ما كملتش طبعا على فكرة دي زي منتو شايفين غلاف الفيديو انا كان هدفي بالاكتر ان يكون المجدوات مبهج قوي وكمان ميل للاطفال بالاكتر علشان ما كنتش عملتهم ديزاين السنة دي للاطفال مناسب فعشان كده فقعت في الدزاين دوته طبعا هو مناسب جدا كمان للكبار جالي اوردرز منه للكبار والاطفال فالدنيا تمام الحمد لله شايفين قعدت افكر احط الهلال ازاي ودوت لو انتو هتجيبوا صورة زي دي وهتستخدموها هتعملولها طبعا ترانسفير بس انا بقى لغيت الفكرة دي خالص وكررت ان انا اعمل المجدو بالاكتر ميل للاطفال عشان كده قررت ان انا اعمل الهلال بنفسي ابيضة هو شايفين طريقة قطع الهلال بتعملوا العلمكم ضغطة يمكن ببرونة بنت القديمة حنجة كده يعني ده انتو شايفين انا قطعت الدورية وبنفس القطع اللي انا قطعت بها الدورية قطعت الحتة بتاعت الهلال هحط الهلال على القطع اللي انا قطعتها بالقطع ونفكر بقى احنا عايزين نحط الهلال مع وجه ازاي لأ هندخل على الشكل قد ايه بصوا كل المراحل انا بورها لكم علشان لما تيجوا تشتغلوا تبوا عارفين الدنيا تظبط ازاي وتبوا عارفين انو عادي جدا واحد بيدخل بفكرة طلع بفكرة تانية خالص وكل دوت كان معاكم يعني انا ما فكرتش في اللانة والسلطنة وفي الاخر الا خلال الفيديو كل المراحل دي اتصورت هزبط بس الهلال واجبت الوان مايكا اا لون ابيض اديره كده يعني لون مفضت شوية او معا شوية شوية اللي ما عندوش الوان مايكا طبعا البديل لها المايكوب اي مايكوب عندكم قديم حاجة حاجة برونزية هي دي شكل حلوة خلاص ده الفكرة انا بص كل اللي انا عاد افكر فيه ان انا عايز اعمل حاجة مميزة مختلفة وحاجة كمان اطفال فطبعا فكرت جدا في العينين اللي بتتحرك لان انا بنتي بتموت في العينين اللي بتتحرك فقلت اكيد كل الاطفال بتحبها وغرستها في المكان دوت على اخر الفيديو هتعرفوا طريقة التسوية وهناعمل ايه في العينين وكل حاجة كاملوا معي الفيديو عشان تعرفوا كل التفاصيل هرسم بقى للهلال بتاعي بق وهعمل له مكان مناخير وهزبط كل دوت معاكن خلاص زي ما انتو شايفين هو مكان مناخير انا كل حاجة بحفر لها مكان عشان لما يجي احطها تثبت وتمسك اكتر واعمل له بقى رموش واندلع الهلال بتاعنا شوية من ضمن كمان الافكار اللي جاتلي ان انا احط على الهلال نفسه زينة رمضان وبعد كده الصراحة لا اخفت حسنين بالزحمة قوي ما عجبنيش التخيل دوت ولغيته تلوقتي هنكتب على القطعة دي الكلام اللي احنا عاوزينه فانا عامل عامل المج عليه رمضان احلى مع وبحط بقى اسم ايه الوردر حسب مين العايز الوردر فانا معاكم هنا هكتب رمضان احلى مع وهسبها بقى لما صاحب الوردر طلبه هنقل كل القطعة دي بقى على المج وكممكن من الاول تشتغلوا على المج ما فيش داعي هنشتغل على على السطح اللي قدامنا بس زي ما انتو بترتاحوا اعملوا طبعا هي العين واقعت لان احنا مش هطلناها اي لازق ولا اي حاجة طولتي هجيب وراءة الستيكر اللي انا طبعاها وهقصص منها الفوانيز زي ما انتو شايفين كده انا الاحسن طبعا يا جماعة تطبعوا ترانسفير والفيديو بتاع ترانسفير زهر لكم اه على جنبه من شوية اه تقدروا تعملوها ترانسفير هيبقى احسن كتير بس انا كنت كل منزل المكتب عشان اطبع ورق اه ليزر عادي عشان عملو ترانسفير سبحان الله بطبع ورق استيكر وارجح وانا نسي خالص فبالتالي انا اشتغلت على انو استيكر فزا ما انتو شايفين انا هلزقوا على سلصال شايفين الستيكر بتاعكم مش قوي ممكن تحطوله حبة ايبوكسي خفيفة جدا وما تطلعش ابدا برا الشكل خلاص وبعد كده هقطع السلصال الابيض بس سيبو حوالين الستيكر بتاعكم اتنين ميلي يعني فهمين سيبو اطار ابيض خفيف علشان احنا بعد كده هنحط عليه فيه مليكود علشان ينفع ان احنا نحط عليه ونضمن ان الستيكر دي مش هتطلع مع الغسيلة شايفين انا وزعت الفوانيس بتاعتي حسب الشكل اللي انا عاوزاه هجيب سلصال الازرق وابدأ اعمل اطار بقى للفنوس انا كتب افكر احمر ولا ازرق وبعدها نقص ايه لا انا عامل اطار ازرق واكتب جواب اللي احمر هلاقي بقى ان الفوانيس متضيقاني هبدأ اشيل الفوانيس دي خالص علشان بعد كده احط الاطار وارجع اسبت الفوانيس بتاعتي تاني خلاص اهو بقى طبعا بنضغط ضغطات خفيفة على السلصال بحيس ان هو يمسك على الحبل عشان يمسك في الجزئية التانية فالسلصال كله يمسك في بعض من غير ما نكون محتاجين اي اا اي سلصال سائل للازق لا هو السلصال بيمسك في بعض طول ما السلصال بتاعنا الطريب حلو هيمسك في بعضه خلاص اعملت حبل تاني طبعا اللي لعنده مدفع بتاع السلصال بقى ليه كتير والله انا اشتغلتش بيه لعنده مدفع بتاع السلصال يقدر يطلع الحبل دي في منتهى السهولة في ثوانية خلاص انا كده ايه حددت الشكل بتاعي كله وشايفة نوات الازرق الحمد لله لون بتطلع مناسب جدا انا زي ما انتو شايفين بحاول ان انا اجيب الالوان المترقعة لتشد وكمان المناسبة الرمضاني رمضان الواني كلها اا فيها الازرق والاحمر والاصفر والاخدر الحاجات دي خلاص هبدأ بعد كده احط الفوانيس بتاعتي تاني علشان نبدأ نشتغل بصوا انا حسيت هنا ان انا محتاجة اعمل زينة رمضان فانا هجيب الحبل الاحمر ده وعمل بيه زينة رمضان بس انا الاول بدأت بالكتابة فما رش يا جماعة هنبدأ نعمل الكتابة مع بعض طبعا احنا حفرين للكتابة من شوية كتبنا وحفرنا للكتابة تلوقتي هنددأ نكتب بقى ونثبته في الحفرة اللي احنا او المجرى اللي احنا عملنا للكتابة طبعا الكتابة اللي عملتها معاكم في كزا حاجة قبل كده كتير برضو بنضغط على الحبلة او السلصال خفيف قوي ما نضغطش الجامد بحيث ان الشكل بتاعنا ما يتفعش او الكتابة تتساوى بالسطح وما يباش لها طعم فبندغط ضغطة خفيفة جدا هنكمل الباقي مع بعض اهو وانتو قاعدين كده يا جماعة اللي لسه مكسل او ما اشتركش في القناة بتاعتي فانتو مستنيين ايه والله يتخسروا كتير اوي انا كل مرة اقول لكم ما فيش فايدة الهندج اسمها الكلام ده اليوتيوب بيقولي ان فيه خمسة وسبعين فيلمية من الناس اللي بتتفرج على فيديوهاتي مش مشتركين طب ازا كان انتم متابعيني وبتحبوا الفيديوهات ايه اللي خليكم ما تشتركوش حركة بسيطة جدا نزلوا تحت الفيديو دوسوا سبسكرايب واشتراك وفعلوا الجرس على اخصيار كل عشان يصلكم كل جديد ومش هتخسروا اي حاجة ولا بفلوس ولا اي حاجة الفكرة بس ان انتم هتدعوني وتشجعوني دايما اعملكم فيديوهات اكتر وتكبروا عيلتي عشان نجبر كلنا مع بعض ان شاء الله شايفين هعمل الحبل اللي احمر دوت عشان اعمل زي زينة لا اعمل برضو ام اللي انا هعمل زينة رفضان امتى طبعا انتم فهمين ان انا بركب لكم الصوت بعد ما الفيديو بيخلص بكتير لان الفيديو ده بيبقى شغاله وتلاقي ولادي بقى بيسرخه وبيجره وبيعياته وبقطع الفيديو ستين الف مرة وكمان عشان اقدر اسرع لكم الفيديو ماخدش من وقتكم كتير لان اكيد الموجه دوت مش معمول في 13 ديه نهائيا خلاص بعد كده يا جماعة انا هجيب حبل الفيديو وعمل زينة رمضان هنا كنت بقلكم هنعمل ايه شايفين العينين دي منتهى السهولة احنا هنشيلها وهيتبقى مكانها حفرة ولما اندخلها الفرن تستوي هنقدر بعدك يا لما تطلع نلزق العينين دي شايفين اهو حبل رمضان اخيرا جي حبل زينة رمضان اهو انا حطيته بالشكل دوت وهبدأ اعمل مسلسط زغنططة جدا من الاحمر والاصفر والازرق واحطهم كأنهم عارفين زينة رمضان الميدال دي لازع انا هنا لسه ما سويتش الموجه انا بس كنت بوريكم احنا ازاي هنقدر نشيل العينين وندخله للتسويه انا ما احنا ما سويناهوش انا مش هدخله يستويه لما احط فيه موليكود على الستيكر بتاعتي علشان تثبته علشان الستيكر ما تطلعش وتبه الفوانيس خلصت خلاص انا هنا بركب برضو حسيت يا جمعان الموج لا الموج عايزي بيرقس كده عايزي بمدلع خلاص انا قررت هنا ان انا احط نجوم بس قبلها كنت بجرب لو انا حطيت جزء من الزينة طالع الهلال بس ما حسيتش هتبه حلوة فقررت ان انا احط نجوم من نفس الدرجات الموج بتاعتي او ديزاين جبت القطاع بتاعت النجوم الزغيرة وبدأت ان انا اقطع من الثلصات النجوم وهوزها على الموج بصوا هيضو شكل حلوي جدا ومناسب كده عارفين رمضان عايز حاجة مبهجة وكمان بالاخص لو هو كمان متوجه للاطفال فعلشان يبقى في حاجة يعني تفرح قبل ما حط النجوم انا كنت حاسة ان الموج اقرع فعشان كده قررت ان انا حط زينة رمضان وحط النجوم حسيتهم دلعوا قوي ده الفيمو ليكود معلش يا جماعة الورقة بتاعته متشيلا وانا كنت بصور وانا مسك الموجة فعشان كيه التصوير كمان مهزوز بصوا ما تزودوش الكمية انا هنا زودت الكمية لأ وبعد كده مسحتها فانتم ما تزودوش الكمية علشان مع التسوية هينقط بس انا قريدي بدخل الموجة بتاعي عالتسوية نايم على ظهره مش واقف خلاص وبحط من الفيمو ليكود قليل مش كتير يدوبك ان انا اغطي الشكل بتاعي واغطي الصورة كلها وبضمنا ان ما فيش اي حتة مكشوفة في الوقت ده وقت هنشيل العينين خلاص من الدزاين وندخل الموجة بتاعنا يستوي بطريقة التسوية اللي انتوا عارفين احط لكم تلقتي الفيديو على الجنب واللينك بتاعه فوق لتفاصيل التسوية الكاملة ولما يطلع نقدر نحط باقي بوكسي للعينين وكمان نلزق الشكل بتاعنا كله يارب يكون اللي اموجة عجبكم ورمضون كريم عليكم متنسوش اللايك والكومنت سلام عليكم